مساء الخير عزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون ويسعدني أن أرحب بذمرتي الأستاذة نادي علي أهلا بك يا فنديم أهلا بك يا فنديم ومازال الحديثة قائما عن الانتخابات الخاصة بالنقابات الفراعية داخل نقابة المحامين ويسعدني أن أستضيف النهاردة علم من علم المحامات المستشار القدير حسن عبد المنعم المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية أهلا بك يا فنديم شرفتنا النهاردة شكرا عمر بي بداية يا فنديم نقدر نقول مين الأستاذ حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم محامي مصري مقيد لدى محكمة النقض كان يشغل في وقت من الأوقات عضو مجلس تأديب نقابة المحامين بالقاهرة يعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى أصغر مؤلف قانوني مصنف هكذا أصغر مؤلف قانوني في مصر والعالم العربي ليه العديد من المؤلفات القانونية أسهم في تعديل قانون محاما سنة 2008 وعديد من المسألة نحب بقى أن نعرف إيه هي انتخابات نقاط المحامين الفراعية دي يعني إيه يعني إيه مرشح على مقعد نقيب شمال نحب بقى أن إحنا والسادة المشاهدين نفهم يعني إيه موضوع نقاط المحامين ده ويعني إيه انتخابات نقاط المحامين الفراعية طيب إحنا طبعا يعني أنا الأول بشكركم على اللقاء الجميل دوت وأنا سعيد أن أنا موجود مع حضراتكم ومع سادة المشاهدين الحقيقة إحنا نقاط المحامين ده كيان كبير جدا من الكيانات المهمة جدا في مصر يمثلوا النقابة العامة وفيه لكل محافظة فيه من محافظات مصر النقابة الفراعية خاصة به وفيه بعض المحافظات كبيرة زي القاهرة ليها أكتر من نقابة فراعية تبقى للقانون أن الكل محكمة اتدائية بتنشأ كلها نقابة فراعية الحقيقة اليومين دول إحنا بصاد انتخابات النقابة الفراعية على مستوى الجمهورية وأنا مرشح على مقعد نقيب محامين شمال القاهرة بمشيئة الله تعالى فيه كم دايرة موجودة في النقابة الفراعية الخاصة بشمال القاهرة أنا عندي الجزئيات 15 جزئية المركزيات 9 يعني أنا عندي جزئيات اللي هي الإسام عندي 15 اسم لكن عندي المركزيات 9 أفراد 9 مركزيات ممكن سيادتك تولينا إيه هو دور النقابة طيب إحنا طبعا هي النقابة في المقام الأول والأخير مهمتها رعاية شؤون أعضاءها بس دا فيه بالمنظور بتاع الدور الخدم بس لكن رعاية شؤون أعضاءها دي قد يتطرق بينا وياخدنا لحتة إنه علشان أعمل دا وحقق الكلام دا لابد أن يبقى للنقابة دور سياسي ودور اتصال مع أجهزة الدولة كلها لأنه طبعا إحنا مش بنشتغل لوحدنا إحنا بنشتغل مع العديد من الهيئات القضائية أو كل الهيئات القضائية صح التعبير يعني ومع السلطة التنفيذية بمختلف قطاعاتها وبالتالي لابد من يكون هناك تواصل لأنه في أحيانا بيحصل من الاحتكاكات بيحصل بعض المشاكل الخفيفة اللي قد تكون يعني بتمثل عوائق ويتضرر منها بعض المحامين وتضرر منها بعض القائمين على شؤون هذه الهيئات اللي احنا بتعامل معها فالمسألة بتبقى محتاج نوع من أنواع التنصيق ما بين النقابة وما بين الهيئات دي علشان تزديل العقابات دي كلها يب إذن النقابة أصبحت أو لا تقتصر فقط على الدور الخدمي اللي هي بتقدمه للمحامين ممكن تتقل أيضا في المجال السياسي وكل دي هدف وجود في الشرعان اسمحني يا أستاذ عمر بس أوجه بس السؤال للنقيب طبعا فيه كذا بروتوكول حصل مع وزارة الداخلية مع وزارة العزل فيما يخص النقطة اللي حقيقة قلتها وبصراحة بقى فيه تعاون كبير قوي وواسع ولكن خلينا نتكلم عن دور بقى نقابة المحامين نفسها فيه خدمة أعضاءها واجباتها وحقوق كل محام واجباته تجاه نقابته يعني ده كلام اللي حقيقة بتقوليه ده كلام مهم أول لو حطناه تحت إطار هنحطه تحت إطار مفهوم العمل النقابي يعني إيه عمل النقابي أساسي العمل النقابي للأسف أنه عندنا قطاع كبير ويمكن الشباب بيمثل هذا القطاع الأكبر في اللي أنا اللي هقوله مش فاهمين يعني إيه عمل النقابي الناس تعتقد اللي وصل لها الشباب أنه العمل النقابي ده يكتزق في مسألة أنه أدعمك في رحلة أو في قوب أو في أجند أو الأدوات يعني المهني لكن الحقيقة هو مش ده العمل النقابي العمل النقابي أنك إنت النقابة تبقى في ظهرك لما تحتاجك عشان النقابة تبقى في ظهرك لما تحتاجها أسف إمتى محتاجين النقابة؟ محتاجين النقابة عشان نوفر سلاس ضلات الضلات التلاتة اللي هم إيه الضلات التلاتة؟ الامن الصحي الامن المهني الامن الاقتصادي الامن الصحي كلنا شغالين وقعيا بصحتنا على ادرعنا مش كده للأسف لما حد فينا بيوع يعني ومعهوش فلوس يتعالج ممكن يضيعه هو الوراء الحقيقة ان قبل عامة عامنا مشروع اسمه مشروع العاية الصحية مشروع كويس جدا ولكن في كثير من الاحيان لا يافي بالمتطلبات حقيقة يعني فمحتاج انه يتعامل له مشروع موازي المشروع الموازي ده اللي انا كنقيب بفكر فيه ان انا اعمل مشروع يتماشى مع المشروع بتاع النقابة العام مش بنغيه طبعا ده حاجة العضو يستفيد من هنا ويستفيد من هنا مع شركات تأمين طبي ان شاء الله يعني فيه مفاوضات بتحصل معهم ولكن طبعا احنا منتظرين ان شاء الله يبقى لينا الصفة علشان خاطر نعرف نواقع بروتوكول محترم كويس قوي نفيد به الناس ونادى فدم كثير من المحامين من وجود من ضرورة وجود مستشفى خاصة بالمحامين وصيدلية خاصة بالمحامين هل الامر ده ممكن يعني يتطبق في امر الواقع والله حضرتك شايف اللي احنا من خلال البرتوكولات اللي احنا بنعملها مع المستشفيات ممكن يزيد نسبة الدعم الخاص اللي بتدخل فيه النقابة شوف هو مسألة المستشفى دي مسألة ملحة ولكن هتقابلك فيها مشكلة كبيرة جدا مشكلة هتعملها فين والاعضاء على مستوى مصر كلهم هستفادوا منها ازاي الا لو انا بتكلم على نقابة شمال عشان اعمل لها مستشفى دي مسألة محتاجة ان انا ارجع ميزانياتي اشوف امكانيتها المسألة عايزة دراسة جدوى علشان نعملها واستثمر يعني تبقى مخصصة للناس وفي نفس الوقت استثمر الكيان ده او المستشفى دي في علاج المدينة باعتبار يبقى احد مصادر الدخل لنقابة المحامين الخاصة بشمال يا ترى نقابة شمال اصلا تملك قرار دي ده ولا محتاج قرار جماعية عمولية لا ما انا هقول ده جماعية عمولية طبعا اي حاجة اي حاجة فيها جماعية وهيعود بالأثر على الجماعية محتاج جماعية عمولية تمام لكن احنا بنقول ايه الكلام ده وان كان يا صح ان احنا تقوم به النقابة العامة النقابة العامة بالتفويض يا جزء ان احنا نعمل الكلام ده كله بالتعاون احنا عايزين نبقى متفقين انه النقابات الفرعية ليست منفصلة عن النقابة العامة النقابة العامة جزء او يعني الكل والفرعيات هي الجزء ولكن الاكثر اتصالا بعضاء الجماعية المهمية الفرعيات مش النقابة العامة وبالتالي التنصيق كلنا لازم نشتغل لمصلحة اعضاء الجماعية المهمية او المحامين بشكل عام فلازم يقى فيه هناك تنصيق ما بين الفرعيات ما بين العامة على تطوير مفهوم العمل الخدمي اللي بيتم واللي بيحصل عليه السادة المحامين نجي للجزئية التانية اللي هي مفهوم أو الضلة التانية اللي هي مفهوم العمل المهني أو الأمن المهني الأمن المهني ده بيحصل زي ما قلنا في بداية كلامنا أنه الصدمات اللي بتحصل نتيجة الممارسات اليومية ودي مسألة بيعاني منها الكثير وفي بعض الأحيان نتيجة عدم ضبط النفس من هنا أو من هنا المواضيع بتروح في سكة تانية مش كويسة علشان كده أنا كنقيب أوجه رسالة الأعضاء الجمعية العمية إن شاء الله لو في عندك أي أزمة من فضلك التزم الصمت انت سلحك وراء أو ألم واتصل بقيادتك لما القيادة بتاعتك ما تعرفش تجيب لك حقك يبقى الكلام مختلف هل ده يا فندم معناه أني قانون المحامية لابد أو فيه نصوص معينة فيه لابد أنه هي تتغير أو تتعدل أو يجب من إسترطة الشريع الجديد يخص المحامين يجعل له أن حماية أثناء التعامل مع الكيادات سواء في الوزرات سواء في أقسام الشرطة سواء في النيابات يحقق له الوجود الفعلي والحماية اللي هي يقدر يقوم بواجباته المهنية طيب أنا الجزئية دي مش بس يحتاجه يتعدل لأ هو دي موجودة أساساً في قانون المحامية واختبال حضرتك إنه كلما انتعد على محامي أثناء ومناسبة تأدية وظيفته كمان انتعد على أحد أعضاء الهيئة القضائية ويعقب بذات العقوبة بخلاف عقوبة المقررة للجريمة ذاتها وبالتالي النص موجود تمام ولكن تفعيل النص واللي فهم النص عشان خطر يشتغل عليه دي قصة تانية خالص فدي محتاجة إن انت برضو القيادة تبقى فهمة بذكر كويس عارف بيقول إيه عارف إمتى هيجيب حق الناس وهيجيبه إزاي برضو في إطار إحنا مش في اخناء في إطار حماية وحفاظ والحفاظ على الحقوق والحريات ودي الوظيفة الرئيسية اللي عانى بها الدستور للسادة المحامين دون غيرهم على مستوى الجمهورية رقابة ضمير السلطة في حماية الحقوق والحريات في هذا الوطن وبالتالي بما إننا مسؤول عن المسألة دي كمحامي وكنقيب عن الموضوع ده يبقى أنا النهاردة الأولى إننا أحمي أعضائي أو يعني أعضاء الجمعية العومية بتاعتي من من أي اعتداءات تقع عليهم ولكن برضو في إطار القانون والمسألة برضو لها دور تنسيقي لابد أن يكون هناك تنسيق ما بين نقيب المحامين وما بين الهيئات القضائية والسلطة التنفيذية في هذه المسألة علشان في الآخر هذا المسلس بنشتغل لإرساء العدالة في جمهورية مصر العربية مهمتنا إن الناس كلها تشوف من برة اللي جايين يتعاملوا في مصر في مناخ الاستثمار في مصر يشوفوا أن هذه المنظومة على اختلاف أضلعها الثلاثة تمام؟ يعني فيه بينه وبعض تعاون علشان يأمن على استثماراته إلا هيجي وفي نفس الوقت بنحقق الصالح بتاع الاستقرار في هذا الوطن يبقى أن قبل الفرعية لها دور إن هي بقى التواعي أعضاءها إزاي أتعامل مع أقسام الشرطة مع الهيئات القضائية مع جميع الهيئات الحكومية إزاي يبقى عندي ضبط نفس إمتى أخد قرار إني أخد إجراء رسمي إمتى أرجع لقياتي زي ما معليك قول إمتى أكلم نقيبي التعامل ما يبقاش يعني عم فهو وراء وقلم أنا فلاحي وراء وقلم ما هو خلينانا نبقى متفقين إنه فيه جزء معظم المشاكل بتحصل من الشباب الشباب في كل القطاعات الشباب المحامية الشباب في كل القطاعات يعني شباب الداخلية وشباب القضاء وشباب النيابة بيحصل صدام لأنه بيبقى جواهم جوا كل واحد فيهم إحساس أن هناك نظرة استعلاء من طرف على الآخر ودي مسألة يعني مطلوب من قيادات كل جهة من الجهاد دي كلها إن هي تنبه على أعضائها إنه الموضوع مش كده يعني تفهمهم برضو سياسات التعاون لأن أنا ما أعتقدش إنه فيه أي قيادة من قيادات اللي أنا قلت عليها في الهيئات القضائية أو في السلطة الفيزية بتدي تعليمات لأعضائها إنه تعاملوا مع المحامين بشكل غير لائق ما أعتقدش أن كلام ده كلام ده مش مظبوط يعني لو رجعنا لمجلس النقابة فضل تحديداً النقابة الفراية لحضرتك كمرشح نفسك عليها كعضو في نقابة شمال القاهرة حضرتك شايف من خلال منظورك إن المجلس القديم أدى الوجب اللي عليه ولا حضرتك ممكن تضيف إضافة قد أدى وتضيف إضافة إن شاء الله إذا يعني ولدت قنقيب إن شاء الله على مجلس النقابة فضل فراية طيب هو الحقيقة أنا شهدت يمكن تكون مجروحة ولكن أنا هتكلم بصفتي عضو جمعية عمومية أي قبل ما أكون كمرشح نمخضى النقيب أنا كعضو جمعية عمومية الحقيقة الناس مشكورة بزلت معاليها من جهد في حدود إمكانياتها بزلوا معاليهم من جهد في حدود إمكانياتهم هي إمكانياتهم أصفرت عن هذا المجهود المجهود ده تقييمه يدجع العضاء الجمعية عمومية التقييم بتاعهم من صفر إلى عشر هم بقى إيه اللي يتولوا هم عارفين الأثر بتاع الشغل ده عايد عليهم يدوهم صفر يدوهم عشر من عشر دي مسألة مرجوة لكن أنا بالنسبة لي لأ أنا مجهز خطة وملفات إن شاء الله تنقل الناس نقلة تانية خالص بمشيئة الله تعالى يعني طب إيه يا فن باكر احنا تطلقنا موضوع مهم جدا موضوع أهم بقى أو إيه خطة حضرتك خليني هقول لك حاجة أو أهم ملامح البرنامج لانتخالي بخاص إحنا إحنا زي ما أنا قلتلك أولا أنا يعني إذا ربنا يسر الأمر لازم أن يفهمين يعني إيه رقم واحد في نقابة المحامين وإيه دوره أنا الدور بتاعي مش دور خدمي فقط لا أنا ليه دور سياسي ودبلوماسي وعنصر الاتصال مع الدولة وإعادة صياغة العلاقة مرة تانية بيننا وبين أجهزة الدولة على مستوى الرسم وعلى مستوى الشعبي ده هيؤدي إلى أنه الخدمات اللي يتحصل عليها السادة المحامين هتبقى بشكل أيصر من شكل فيه نوع من أنواع التعنط ده مستوى المستوى التاني أنه يعني على مستوى الخدمات اللي هتؤدى للناس الخدمات الحيوية بمعنى خلينا أقول لك على هامش السيرة هقول لك يعني على هامش السيرة كده يعني إيه شيء بشيء يذكر وده مسألة برضو محتاجة جماعية عمومية ولكن لازم عضو الجماعية العمومية يبقى فاهم وهو بيصوت لصالح القرار أنه في الآخر هو اللي هيستفيد النهاردة إحنا عندنا لو حد توفاه ربنا سبحانه وتعالى وإحنا عندنا عدد الوفيات في الوقت التعقون ده كان كتير قوي الحقيقة أهله بيعانوا معاناة شديدة جدا على بال ما يتحصلوا على معاشاتهم وإلى أخذهم من النقاط المستحقات فأصبح لزمن علي أن أنا أديهم إعالة الدفع الوحدة إعالة الدفع الوحدة يعني مبلغ نأدي ياخدوه هذا المبلغ النأدي اللي هياخدوه لسياسة تتعامل مقرونة بأنه السادة الأعضاء يعني هيدفعوا مبلغ بسيط جدا وليكن خمسين جنيه في الشهر لا بيشبه كده فانتن صندوق الزنار اللي هو موجود في النطبة المعلمين تقريبا يعني تقريبا هو في الآخر أي سنة دي في الآخر الغرض منها التكافل الاجتماعي بس إحنا وإحنا بنعمل ده الفكرة اللي إحنا بنقولها فكرة بره السندوق شويتين يعني ملهاش علاقة بالموارد الطبيعية بتاعت المقابة دي فكرة بموارد مستحدثة فالموارد المستحدث ده الخمسين جنيه اللي هيدفع على المحام أنا عندي قوتي الجمعين عمية تقريبا أربعين ألف اللي أربعين ألف يعني لما نقول خمسين جنيه يعني في السنة بستمائة جنيه ستمائة فاربعين باربع عشر مليون جنيه عندي متوسط اللي بيتقفه تقريبا تقريبا يعني في السنة من مية لمية وخمسين لو أنا جيت قلت من متوسطات الأداء بتاعت الناس هتبقى من خمسين ألف إلى مية ألف لو عملنا متوسطات مية ألف هيبقى أنا عندي المطلوب صرفه للناس من عشرة مليون لخمستاشر مليون وهيبقى عندي بس الحقيقة مش هديها لهم فلوس أما اللي هتعمل إيه؟ ولو أنا صرفوها في ثلاث شهور راحت الموضوع انتهى وعدوا في المشكلة لكن يطلع جوا من البنك من النقابة للبنك بتجنيب مبلغ مية ألف جنيه والعائد بتاعها لحساب أسرة فلان يصر فيهم العائد لغاية لما القصة بدول يقفوا على مليهم وبعدين الفلوس بتاعتهم يأخذوها ما فيش قصة بقى لا خلاص يتصرفوا هل الشباب يبدو طبعا بالبرنامج طبعا هو أساسا خلي بال حضرتك الشباب يعني دائما البركة في الشباب قولا واحدا وللأسف ان احنا ما عندناش اعداد لكواتر وللأسف ان كل واحد جاي في مقعد عايز التانيه قاعد فيه العمر كله بغاية لما ايه يتوفر ربنا سبحانه وتعالى وده بيقلص فرص الشباب في أمنياتهم في القيادة امتى هيبقى عند الطموح انت بتقتل طموح الناس ليه؟ جدد لازم الناس يتاخد فرصتها الشباب ياخدوا فرصتها هتجيب أجيال تانية امتى؟ الشباب ليهم عندنا رصيد في الخطة بتاعتنا ورصيد ضخم جدا وكبير جدا على مستوى الاعداد الفني اللي هو التعليمي يعني وعلى مستوى الاعداد النقابي واداد الكوادر ولذلك ان شاء رب العالمين اذا قدر لنا ربنا سبحانه وتعالى التوفيق ستكون هناك اعادة لفعاليات اللجان النقابية وبقوة يعني انا في تصوري ان اللجنة النقابية تبقى عبارة عن سبعة اتنين منهم نقض وخمسة كلهم شبابنا بين الابتدائي والاستقناف علشان يتضربوا تحت بصر وتحت رقابة الاسدزة بتوع النقض فنبدأ ان يطلع كوادر ويحتاجوا بالمشكلات يعني عايزة عرف بس احنا بنعمل ايه لشباب اصلا محامين ودايما محبطين ومش عايزين يشتغلوا في المهنة وخايفين وقلقانين مالهاش مستقبل انا مالوش ملامح انا مش عارف اشتغل انا نازل مش عارف اصلك عامل ايه ده كلام مزبوط وده اللي سياتك قلتين ده لانه خليني بقى متفقين احنا مش منفصلين عن العالم احنا عندنا احنا عندنا مشاكل مالية الناس الظروف الاقتصادية بتاعتنا كلنا وده شب وليه متطلبات سواء استاذة او استاذة محامية وليه متطلبات مش كده فقد لا تفي العوائد اللي بياخدوها او المكافئات اللي بيحصلوا عليها من المكاتب ان هم يوفي التزاماته طب انا عايز اساعده اساعده ازاي هنا بقى اعادة اعادة تهيئة الملفات المالية الخاصة بنقابة المهين بس برضو لازم كل الناس تشارك علشان خاطر نحاق الكلام ده النهارده الشاب عايز الفلوس علشان خاطر يبدأ يبني نفسه محتاج يجيب مظهر لائق محتاج انه يعمل مكتبة قانونية ويسري ملكاته الكلام ده انا هوفره له فأو جالك كده دون قطع الكلام طبعا لو اتكلمنا عن المرأة هل لها وجود فعال تسأل سئلة بقى مهمة لو اتكلمنا عن المرأة هل لها دور وجود فعال داخل الدقابة والتمثيل النقابي اللي خاص في المرأة انت حضرق لو بقى اصبحت دقيب انا اتمنى يكون فيها موقع موجودة طبعا لازم خلي بالك وانا سأقاطر ان شاء الله رب العمين يبقى لازم يبقى معايا المرأة معايا في المجلس ليه؟ ان شاء الله المرأة نص المجتمع ما يصحش بحال من الاحوال ما بيهاش لها تمثيل عندنا في النقابة وانا اقول لك وانا اشهد ان في اسدزة محاميات على درجة عالية جدا من النشاط ومن الفكر ومن الطاقة حرام ما نستخدش بيهم وانا يعني في المجلس في مجموعة العضاء المرشحين فيه اتنين من الاسدزة الفضليات يعني المرشحين نأمل ان شاء الله بالعالمين يكون ليهم نصيب او لحد يكون نصيب موجود معنا في المجلس ان شاء الله عملية التصويت بقى كيف بتتم الاقتراع او التصويت في سدادية يعني انا كمحامي شاب انا مش عارف انا صوت ازاي او امي قد لي صوت ازاي اختيار النقيب نفس اختاره ازاي السمات الاساسية او المعايير الاساسية اللي انا اتجه من خلالك شاب اروحه وانتخف فلان طبعا هو مش شاب بس هو الشاب والشباب والكبار المحامي 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 المعيار بتاع المطيب اللي انت هتخبره انت النهاردة محتاج حد منفصل عنك ولا محتاج حد معاك حد معي حلو يبقى انت محتاج انت داخل تحل مشاكل انت بتمر بها يوميا وبالتالي محتاج اللي قاعد معاك يوميا محتاج اللي موجود معاك في المحكمة يوميا اللي لما بتيجي تقف في الخزنة وتقابلك مضايقات مشتغلين بالفعل ايه مشتغلين بالفعل ايه مشتغل مهني ايه مشتغل مهني ايه انا دايما قال ليه يعني ليه كده اسلوجين بقولهم النقيب المهني هيفرق ايه كان من اختيارهم انا بتكلمش حافظ ومعانات المحامي اليومية النقيب المهني ده يعني رجل موجود في القاعة رجل موجود في المحكمة وفي الخزنة وبيمارس عمله زي وزي اي حد محتاج بالمشاكل انا انت كعضو مش محتاج تيجي تقول لي مشكلتك الا ان انا شايفها كل يوم وعيشها وبالتالي انا هحلها لك وهزلها لك قبل ما انت اتروح لها قبل ما تيجي تكلمني فيها لكن انا مهمتي فضلا عن ده الى جانب يعني اللي احنا بنقوله عند دينا مهمة كبيرة اوي اللي هي قصة العمل النقابي ومفهوم اللي احنا كنا بتكلم عليه انا محتاج ازود لك مستوى دخلك انت اخذ بال حضرتك لان احنا حياتنا بالتزاماتها كلها ارقام حول كل حاجة الارقام هتلاقي الدنيا كلها انت محتاج مستوى دخل معين عشان تعرف تيش 4 سنين هتافي بداية يا دكتور اللي تخلي بالك اللي 4 سنين أنا ممكن قلت ده الآضاء اللي معاي انا قلت لهم مش اللي معاي ان شاء الله اللي يبقوا معا ان شاء الله انا قلت المجموع المجموع العضاء بلا استثناء قلت لهم يا جماعي اذا ربنا يسر الام وقدرنا التوفيق وجينا وكان في قناة عام للناس لان احنا المعركة اللي جاية معركة اصحاب المصالح مع اصحاب القضية تمام كلام خطير اوي دكتور لا لا وكلام وقعي انا بكلامو موقعي أصحاب القضية فلازم الناس إذا آمانوا بالقضية يقتلوا عليها يقتلوا عليها إزاي بقى؟ دي مهمتهم الناس تقاتل عليها أنا آسف عشان الجزئية دي مهمة قوي حضرتك النهاردة تختار المقيب المهني بتاعك اللي واقف وهيشتغل واللي يجد التمثيل وزي ما أنا قلت الموقع المقيب رقم واحد مش بس موقع خدمي ده موقع سياسي ودبلوماسي فعجالة كده أهم النصائح اللي أنا أديها لأي شخص محامي يروح يدني في صوته إيه ده صيحة اللي أنا قد قاله؟ إنت هتشهد شهادة لله سبحانه وتعالى كن أمين وإنت بتاخد الشهادة أيما كانت لأنك ستسأل عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى مش عشان ده صحبي ولا ده حبيبي ولا احنا بنصهر مع بعض ولا كلام ده كله هذا المعيار لا يفيه خليك موضوعي إحنا مصنفين نحن من فئة النبلاء أصحاب الرأي وأصحاب الفكر لابد أن يترجم ده في الصندوق وإحنا بنقول إحنا النهاردة قاعدين بنبص على انتخابات في الدنيا كلها الناس يمكن أقرب انتخابات كانت معمولة بتاعة أمريكا الناس طوابير في الشارع وقفة عشان خاطر تروح تختار تدلي بصدق ليه عشان عارفين الاختيار ده هيفرق في مستقبلهم فأنا بقول للناس اختيارك هيحدد مصيرك اختيارك هيحدد مستقبلك ومستقبل ولادك وزملائك في الفترة للأربع سنين اللي جايين احنا عندنا مفتقد 20 سنة فاتت وقدامنا 4 سنين يعني شغل السنة ب6 سنين خمسة فاتوا والسنة اللي احنا فيه إن شاء الله بنتمنى لك التوفيق ربنا كريم إن شاء الله ومستشار القدير الحسن عبد المنعيم أسعدنا وجودك كيفان أنا ساعدت بيكم وبالأسئلة الجوهرية اللي حضراتكم قلتوها انتوا يعني دستوا على الحاجات مهمة جدا ويمكن الموضوع كان يحتاج وقت أطول ولكن يعني إن شاء الله الجايات أكتر إن شاء الله نتلقص العزائي المشاهدين ونرجعتين